الفترة اللي فاتت وكان هناك النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله براند كبير جدا جدا ويساعد اي حد ولكن بسم الله ما شاء الله عملته شغل رائع جدا في الناحة التسوقية على براند النادي الاهلي ايه اللي كان بيحصل الفترة اللي فاتت في هذا الامر؟ بمعنى ان لقينا النادي الاهلي بيبيع اقول بس مثلا بخمسمائة مليون يعني بنص مليار جنيه كابت الخطيب هو بيتكلم في المؤتمر الاخير قال ان ميزانية النادي الاهلي 2 مليار 539 مليون جنيه ايه الارقام دي؟ بص انا اتكلم في حية التسويق بالذات في الموضوع بتاع عقد الرعاية عقد الرعاية النادي الاهلي كان الاهرام من حوالي 8 سنين كان ب145 مليون جنيه بكام؟ 145 مليون جنيه ماشي في 3 سنين تمام بعد كده شكت صلة حدت عقد الرعاية ب231 مليون جنيه بعد كده شكة صلة بـ 500 مليون بعد كده بـ 510 مليون كان بعد شهرين من عقد صلة ما كانش بعد 4 سنين ما شوقت طويل يعني احنا عقد الرعاية الجاي هيخلص على آخر 6 فطبعا بالنسبة 5-6 22 22 طبعا نادي شايف لا قصة تبقى مختلفة خالصة عن عقد الرعاية الحالي كمان الحاجة التانية بس فضاء بس فضاء احنا الـ 4 سنين فاته 400 مليون جنيه فالنهارده من غير دخول في أي مقارنات مع أي أندية في مصر أو أي منظمات رياضية في مصر احنا أعلى عقد رعاية وبس فضائي بايفار يعني مضوع ما فيش مقارنة حادث فده بقين لك قد إيه البراد نفسه قوي جوا بره مصر في نفس الوقت برضه احنا النادي الأهلي مع شكة أمره احنا الشركة الوحيدة النادي الوحيدة اللي كان عنده عقد رعاية للملابس ده ما بتحصلش طبعا نادي زمالك مع تيمب وعمل الكلام ده من حوالي أسبوع لكن تتوصد من فترة يعني من فترة كبيرة بالضبط في نفس الوقت انت معاك شركة أمره شركة انجليزية شركة لها ماضي كبير جدا عندك بتحضر المزايدة تحت اللبس السنة الجاية من دلوقتي ومقدمنا أورادي في كم شركة موجودة فالنهار ده نادي الأهلي برضه مطلوب من برانز عالمية مش محلية فالقصة لها واقع مختلف ففي نفس الوقت دي الحاجات دي اللي هي الحاجات الأساسية موسيقى